مسألة انه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باطلاق اسم اللوة عمر سليمان على الكبري الجديد اللي في محور جمال عبد الناصر المؤدي الى التجمع الخامس خد بالك اللي في محور جمال عبد الناصر دي بالنسبة لي انا علامة ما صورة ما شكل ما يعني بالنسبة لنا انا مش بيقولك ده اللي في ذهن الرئيس لا احد يستطيع ان هو يجي يقولك ايه اللي في ذهن الرئيس لكن كبري اللي هو عمر سليمان على محور الرئيس جمال عبد الناصر حاجة فيه تفكير فهمني اقصد ايه يعني مش مسألة اطلاق الاسم في اي مكان وخلاص لا فيه تفكير اطلاق اسم سمير غانم رحمة الله عليه على كبري ايضا من الكباري الجديدة اللي بتتعمل تاني احنا امتى وهنا دي حاجة مهمة بقى امتى كنا بنطلق اسماء فنانين على كباري ومحاول رئيسي هنا بقى ده سؤال مهم انا عايزك تقعد تفكر عليه او خليها نقول ملحظة جيدة ملحظة حلوة مش من المزيع احنا هنا بنوثرها مع بعض بنفكر فيها بشكل ايجابي كمان لان هنا السؤال مش معناه الاستنكار هنا السؤال معناه يا سلام ايه الايام الحلوة ده بكلمكم جد احنا عمرنا ما كنا بنعمل كده يعني احنا كان كتيره ان احنا مثلا ايه يقولك مثلا شارع مثلا شارع نجيب محفوظ مثلا يعني شارع نجيب الرحاني حاجات زي كده ما كانش الكلام ده بيجرى زمان دلوقتي بقى بيجرى طيب خلونا نكمل في الكلام في انه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه ايضا زي ما كنا بنتكلم باطلاق اسم البطلة الوليمبية في ريال عبدالعزيز في ريال اشرف عبدالعزيز على محور بالتجمع الخامس ويمكن ده يعني احنا كان عندنا حظ حلو انه اول مرة يسأل كده قال كده عندنا في برنامجنا التاسعة على القناة الاولى بالتليفزيون المصري ما سبيرو